من حيث التشريعات رئيس قيس سعيد في البرنامج الانتخابي قال كونه سيحاول مراجعة التشريعات وستكون هناك ثورة تشريعية كبيرة جدا على مستوى القوانين ومتابعه لكن في المقابل ما ننساوش كونه الرئيس قيس سعيد مر إلى السرعة القصوى وقت اللي كان عيت للرؤساء والوزراء ولرؤساء الحكومات كانت هناك عدم توازن بين سرعة الرئيس التي كانت سرعة على حقيقة ممتازة على مستوى اتخاذ قرارات كانت قرارات تاريخية على مستوى التدقيق في الإدارة على مستوى التدقيق في الشهائد العلمية على مستوى كل ما قام به من اتخاذ قرارات كانت قرارات سريعة في حين كونه الحكومات التي توالت كانت حكومات بطريقة بطيئة وعلى الأساس هذاك ما الذي حدث الرئيس قيس سعيد حاول وضع الأسس الأخلاقية الضامنة لاستقطاب التونسي وتفعيل فعلا كل القرارات وكل إنجازات التي تمت وبالتالي اليوم كنا نحكيه وإحنا على نرجع شوية في التاريخ الرؤساء التي تعدوا على تونس الكل كانوا عندهم برنامج انتخابي البرنامج الانتخابي يبقى عادة في الرفوف وعلى الورق هناك من حاول يعني تحقيق عدد من النقاط التي لكن في العادة ما يتحققش البرنامج الانتخابي وهذا يعني عشناه عشنا العكس كونه الرئيس انتلق من إرادة الشعب التونسي الرئيس قيس سعيد انتلق من إرادة الشعب لمرحلة بناء وتحرير وطني وبالتالي مهما تكون القرارات ومهما تكون البرامج الاقتصادية إذا ما فماش أسس أخلاقية وهذا اللي أكد عليه الرئيس قيس سعيد وكرسه وضع الأسس الأخلاقية قصد البناء إذا فم فساد لابد من مقاومة الفساد إذا فم نلقاوا يا سيد